السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام يأتيني هذا السؤال كثيرا ما نوع الهمزة في كلمة الأخلاق أو ما يشابهها نقول أهي همزة وصل أم همزة قطع نتعرف على الجواب من خلال الآتي نقول أل زائد أخلاق تساوي الأخلاق أل التعريف هي همزة وصل أخلاق هي همزة قطع الأخلاق إذن هي همزة وصل هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا نعرف السبب من خلال هذه التنبيهات تبقى همزة القطع على حالها ولا تخرجها عن أوليتها إذا دخلت عليها الحروف الآتية لا تخرجها عن أوليتها أي أنها أول الكلمة أو في بداية الكلمة وما هذه الحروف؟ واحد للتعريف نحو الأخلاق الأمة الأم الإخلاص أي أن هذه الكلمات همزتها همزة قطع على الرغم من دخول أل التعريف عليها وهذه يحدث عليها كثير من الخلاف وسنتحدث في نهاية المقطع إذا كنت ولا بد فكيف ستختار إذا طلب منك ذلك ثانياً لام القسم الداخل على الفعل نحو لأكرمن لأسعين هذه الأفعال همزتها همزة قطع على الرغم من بدايتها بلام القسم ثلاثة اللام الجار نحو لأنك لإحسانه دخول لام الجار هنا لا يؤثر في كون الكلمة أو الحرف همزة قطع باء الجار بأمر الله بألوهيته هذه الكلمات همزتها همزة قطع همزة الاستفهام المفتوح ما بعدها نحو أأسجد أما إذا جاء ما بعد همزة الاستفهام مضموم أو مكسور فإنه يعامل معاملة الهمزة المتوسطة إذا جاء مكسوراً كتب على نبرة أو على كرسي أو على ياء كما تسمونها وإذا جاء مضموماً كتب على واو أما إذا جاء مفتوحاً فيكتب كما ترونه على الألف وتبقى همزة قطع ستة حرف الاستقبال السين نحو سأقرأ سأرسل هذه الأفعال تبدأ بهمزة قطع وأخيراً الفاء والواو نحو فإنك أخي وإنك صادق هذه الكلمات همزتها همزة قطع وبعد أن تعرفنا على هذه الحروف وهذه التنبيهات نعود إلى سؤالنا مرة ثانية ما نوع الهمزة في كلمة الأخلاق؟ إذا قلنا همزة وصل فهي إجابة خاطئة والصواب هي همزة قطع وفي الختاب أنصحكم نصيحة من معلم إذا كنتم في اختبار وطلب منكم استخراج كلمات تبدأ بهمزة وصل أو همزة قطع علينا أن نختار لهمزة الوصل الكلمات التي ليس عليها خلاف مثل الكلمات التي تبدأ بأل وليس بها همزة مثل التي تحدثنا عنها اليوم نختار مثل البيت الشارع المسجد الحديقة كلمات لا يوجد بها همزة قطع فهي تبدأ بأل وليس بها همزة بعد أل وأن نختار لهمزة القطع الكلمات التي تبدأ بهمزة قطع دون أن يصبقها شيء مثل إبراهيم أطفال أذاكر ومتى نلجأ لمثل هذا المقطع إذا حدد المعلم الكلمة وسأل أتبدأ بهمزة قطع أم وصل في هذه الحالة نجيب أنها همزة قطع وفي الختام سأترك لكم أسفل المقطع مقطعين لشرح درس همزتي الوصل والقطع والتطبيق عليهما وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر